موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم لمتجدد نظام قدا واليوم في هذه الحلقة نتطرق حول دور نظام قدا في تحقيق السلام والاستقرار معي في هذه الحلقة سيد ألموج ألا والسيد ألموج ألا هو الذي يقوم بجمع المحاكم التقليدية لنظام قدا نتمنى لكم مشاهدة طيبة كونوا معنا ما هو الاهتمام الذي أولاه نظام قدا للأمن والاستقرار نظام قدا يعلم المحبة والتعايش والأكل والشرب معا وإشلاح ذات البين كما يعلم سبل انتقال السلطة بطريقة سلسة وإن انتقال السلطة في نظام قدا تفوق على طريقة انتقال السلطة في الأنظمة الحديثة لأن هذا النظام مبني على حل الخلافات وإشلاح ذات البين على سبيل المثال إذا أخذ شخص ما مبلغا معينا من الآخر ظلما تقام عليه العقوبة حيث توجد لدينا المحاكم التقليدية والتي أعيد العمل بها مؤخرا والتي تساهم على إظهر الحق في الخصومات حيث أن المحاكم العادية تحتاج إلى الأدلة في قضايا الخصومات وربما تكون هذه الأدلة مزورة وعندما يتم إصدار القرار بناء على هذا الحكم الجائر تؤدي إلى عواقب وخيمة كما تفرق بين الأسر وتجر العديد من المشاكل ولكن نظام قدا يتفادى حدوث هذه الأمور وذلك بإصلاح ذات البين بين المتخاصمين كي يواصلوا عيشهم بعدها بطريقة سلمية وهذه المحاكم التقليدية يتم العمل بها في مختلف المناطق في ثوبيا وخاصة في مدينة شكر فإن المحاكم التقليدية أصبحت قدوة لمثيلاتها وحازت المرتبة الأولى بذلك ولكون منسقا للمحاكم التقليدية في مدينة بورايو نقوم بإصلاح ذات البين حتى تأتي إلينا قضايا استمر العداوة بينهم لمدة عشرين إلى ثلاثين سنة ويتم حلها بطريقة سهلة وعلى هذا الأساس فإن نظام قدوة ينشر المحبة والصلح بين المجتمع ما هو التركيز الذي أولته حكومة التغيير لهذا النظام؟ ما قدمه النظام الحالي لتعزيز نظام قدوة ليس أمرا هينا في الأنظمة السابقة تم طمس نظام قدوة حيث أن الأحزاب الخمسة التي تتعاقب حكم قدوة يتم انتقال السلطة بينها كل ثمان سنوات حيث أن الشخص الذي يصل مرتبة أبا قدوة ينبغي أن يكون عمره أربعون سنة وإن هذا الشخص ينبغي أن يمر بمراحل عمرية والتي يكتسب في كل مرحلة الخبرات والمهارات والكفاءات التي تلزمه حيث أن الشخص في عمره السادسة عشر يسمى دبالي وبعد العمر العشرين يصبح فولي وعندما يصل العمر الثاني والثلاثين يدعى دورما وبعدها عندما يصل عمره أربعون سنة يكون أبا قدوة نظام قدوة لا يميل نظام قدوة لا يميز بين الأشخاص فإن أي شخص إذا اكتسب التجارب والمهارات والكفاءات اللازمة لأن يكون أبا قدوة سيصبح ذلك نهيكا من أي قبيلة هو لأن التعامل مع كافة الناس في نظام قدوة يتم بطريقة متساوية وعندما يصل حكم الشخص لثمان سنوات ينتقل السلطة مباشرة إلى الحزب الذي بعده بطريقة سهلة ولا يتعدى فترة الثمان سنوات مهما كانت الأمور إن شعب أورومو كان يدارو سابقا بنظام قدوة لفترة طويلة والسبب في ذلك لأن هناك احترام متبادل بين العادات وكانت تعايش سائدا بين المجتمعات حينها قاصة في الضواحي في الفني والتي تدعى شقر حاليا حيث صمد قدا تولما في هذه المنطقة صمودا كبيرا عندما واجه الضغوطات المختلفة من حكم الدرق العسكري واستمر في تطبيق هذا النظام وأوصله حتى الآن ونحن قمنا بالتمسك بهذا النظام واستمرينا به حتى وقتنا الحالي وإن النظام الحالي قام بإعادة تنشيط المحاكمة التقليدية وغيرها من العادات التقليدية القديمة ذلك من أجل تعزيز التعايش والحكم الذاتي لدى شعب أرمو إضافة إلى إصلاح ذات البين ناهيك عن الخلافات الشخصية والأسرية إذا كانت هناك خلافات على مستوى البلاد فهناك طرق لحل هذه الخلافات في نظام قدا في الأنظمة السابقة فإن رجال أبا قدا لا يعارون الاهتمام ولا يسمع لكلامهم ولكن حاليا بدأ الاحترام لرجال أبا قدا والاستماع إليهم وإذا تمسكنا بعاداتنا وقمنا بتنفيذها سنصل ببلادنا إلى مستوى أكبر لأن بلادنا كبيرة ونامية وينتشر فيها المحبة والتعايش بين الشعوب المختلفة وهذه التجربة تكون مثالا ليس فقط لإفريقيا بل للعالم أجمع فلذا نرحب بهذا الاهتمام الحكومي لهذا النظام وسنستمر على هذا المنوال في المستقبل كيف ينظر نظام قدا إلى التعايش والمساواة بين الشعوب يوجد في نظام قدا مساواة بين كافة أطياف المجتمع ولا يميز بين الفقير والغني وإذا كان هناك شخص محتاج وفقير يقوم من الضام قدا بدراسة أحوال هذا الشخص عن سبب كونه فقيرا محتاجا وصول دعمه وجعله يعتمد على نفسه ويحسن من معيشته ومعيشة أسرته فلهذا لدى نظام قدا تكافل اجتماعي يسمى بوسا قنفا وهذا النظام يقوم بجمع المال للمحتاجين ويقدم أنواع الدعم المختلفة لكي تستقيم حياتهم وإنما نراه من الحكومة الحالية في جهود بناء البيوت وترميمها للفقراء أصلا كانت موجودة سابقا في نظام قدا ولكنه تم نسيانها في فترة معينة والآن تم إعادة تنشيطها حيث جعل النظام السابق ننسى هذه العادات وإن كافة ما تقوم به الحكومة من أعمال مساعدة المحتاجين بطرق مختلفة هي معروفة قديما في نظام قدا وليست أمرا جديدا على شعب أرمو وعندما امتلكنا على زمام الحكم قمنا بإنعاش هذه العادات والتي نرى ثمارها حاليا وهذه العادات إذا تم تعزيزها فإن الخلافات والكراهية والأحقاد والحروب ستختفي بالتأكيد لأنه إذا سادت المساواة بين المجتمع ولم يتطلع الناس إلى ثروات غيرهم وعدنا إلى عاداتنا وقمنا بأعمالنا المنوطة بنا على أكمل وجه بإخلاص فإننا بإمكاننا تحقيق الإزدهار الذي ننشده وإذا قمنا نحن كبار السن وأبا قدا وهذا سنكيه بدورنا المنوط بنا ويمكننا إعادة ثقافاتنا وعاداتنا القيمة ولدي ثقة كبيرة في ذلك ما هي سبو الحال للخلافات في نظام قدا؟ في نظام قدا بالإضافة إلى الخلافات إذا حصل هناك أخذ أموال الناس ظلما وحصلت الخيانة بين الطرفين فإن نظام قدا يمتلك سبلا لحل هذا النوع من الخلافات وإن عدم ترسخ هذا النظام ساهم في نشر الكراهية والقتل بسبب هذه القضايا والتفرق بين الأسر لأن نظام قدا يضع حلا مسبقا لذلك حيث يقوم بمساعدة المحتاجين ويحل مشاكلهم الشخصية ويصلح ذات البين وإن حدث جريمة القتل يرغم القاتل بدفع الدية لأسرة المقتل وبعد إرغام القاتل على دفع الدية يجعل الطرفين يتصالحان وأن لا يختلف بعدها مرة أخرى ويصلح بين أسرتهما حتى يصل الأمر بعدها إلى المصاهرة بينهما حيث لا يدعو أي مساحة لأي ضغينة ويجعل المجتمع يعيش معا بالتصافي والصفح وهذا ما أمضاه أجدادنا ونحن إذا قمنا بهذه الأمور فإنما نمتلكه من التراث المتمثل في نظام قدا ناهيك عن إثيوبيا فإنه يكفي للعالم أجمع حتى فإن الأنظمة الديمقراطية الحديثة مستقات من نظام قدا في مجال انتقال السلطة ولكن إذا رأينا سابة راجعنا عن هذه العدات الجميلة هي أولا عدم توافقنا فيما بيننا وثانيا كون الأنظمة السابقة طمست هذه العادات ولكننا إذا أعدنا قيم المحبة والوحدة ومساعدة بعضنا البعض وحل المشاكل سلميا فإن المشاكل ستختفي ما هي الحقوق التي ضمنها نظام قدا للشعوب الإثيوبية المختلفة القاطنة في أروميا وما هي واجباتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الشعوب القوميات المختلفة هناك نظام التبني أو قد فجة لدى نظام قدا والذي يجعل هذا النظام مؤشرا على مدى اهتمامه للشعوب المختلفة حيث أن التبني تعتبر من الثقافات الكبيرة حيث أن التعايش ومساعدة المحتاجين متأصل لدى شعب أرومو لأن نظام قدا إذا رأى أي شخص محتاج بغض النظر عن كونه من شعب أرومو أم لا فإنهم يطلبون تبنيه حيث ينظر إليه كأحد أبنائه وحتى يقاسمه كل ما لديه ويعطيه حقه كابنه الذي من صلبه ويعلمه عاداته وتقاليده حيث ينظر الشعب أرومو كل الشعوب الإثيوبية على قدم المساوات كأنها أسرته وجزء منه ولذا عندما نقوم بالتبني لا نختار من أي قبيلة بل يكفيه أن يكون بشرا فحسب هناك مقولة تقول ماذا نعني بذلك قدانا جينيا يعني أن السلام يشمل قيم المحبة والتعايش وعدم التفرق بين الناس والشعوب والعمل معا ومساعدة بعضنا البعض والنصح لمنتهكي القوانين والأعراف وهذه هي القيم التي يعلمنا هذا النظام النظام السابق منعنا من تطبيق عاداتنا وتقاليدنا ولكن الحكومة الحالية أعادت لنا تنشيط عاداتنا وتم إعادة الاستماع إلى كبار السن ورجال أبا قدا وهذا سنكي والاحترام المتبادل والوحدة بين المجتمعات لأننا لدينا كل الإمكانيات التي تؤهلنا أن نعيش معا وينبغي الاستفادة منها مشاهدين الكرام نشكركم أيضا لمتابعتكم هذه الحلقة وحتى جديد اللقاء وموضوع آخر نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة